إلى فروع البنوك ومكاتب بريد المغرب ووكالات تحويل الأموال توجه عدد من سكان إقليم الزلال للاستفادة من المساعدة المالية المخصصة من قبل الدولة للتخفيف من آثار وباء كوفيد-19 على الفئات الأكثر هشاشة عملية جند لها عدد من الموظفين والمعدات حتى تمر في ظروف جيدة استفاد من عملية الدعم المؤقت خلال المرحلة الأولى من خدمة رامد 55.010 مستفيد أما بالنسبة للمرحلة الثانية والتي تهم الغير المستفيدين من خدمة رامد والسندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين في القطاعة المتضررة من الحجر الصحي تم تسجيل إلى حد تاريخه أزيد من 11.500 طلب مقبول ولتقريب هذه الخدمة من المستفيدين في العالم القروي ينتظر أن تقوم وكالة القرد الفلاحي بأزلال بتخصيص 23 وحدة متنقلة لتمكن المستفيدين من مستحقاتهم في 23 جماعة ترابية من أصل 44 على أساس أن تعمم هذه العملية على جميع الجماعات الترابية بالإقليم خلال الأيام القليلة القادمة ترجمة نانسي قنقر